والحقيقة أنه كمان من ضمن الأنواع الأدب أو من ضمن الكتب اللي حقققت نجاحات كبيرة جداً في 2023 كان أدب السيرة الذاتية صحيح وتفتكر إيه سر نجاح هذا النوع من الأدب وتحقيقه تحديداً السنة دي الأرقام الكبيرة لإدري حققها من حيث المبيعات هو قد يكون توجه في النشر يعني النشر بيتوجه ناحية شكل معين من أشكال الكتابة وبيروج لها بشكل كويس فالناس بتبدأ تندمج مع هذا الشكل بس أعتقد دايماً السيرة الذاتية ملهمة ودايماً السيرة الذاتية مهمة بالنسبة للقارئ يعني القارئ بيبقى عايز يعرف عارفة حضرتك زي المجلات الفنية كده لما كاب بتتكلم عن أسرار النجوم وأسرار المشاهير طبعاً وده بيبقى شيق جداً بالنسبة للقارئ بالضبط شيق شيق جداً وهو كمان محتاج يعرف هذا الشخص الذي يحب كتاباته والذي يقدره والذي كذا كيف مرت به الحياة أو كيف مره على الحياة وإزاي تعامل مع الأزمات اللي وجهته وإزاي تعامل مع المشكلات ده مهم جداً وأعتقد أن أكثر الكتب السيرة الذاتية مقرؤية هي أكثرها صدق لأن والكاتب أنا في رأيي أن القارئ عفواً شخص حصيف جداً القارئ شخص يستطيع أن يميز بين الصحيح أو الصادق وبين الذي يحمل موراء أو مدوراء أو كذا أعتقد القارئ شخص حصيف يستطيع أن يميز ذلك فأكثر الكتب من وجهة نظري فيما يخص السيرة الذاتية صدق هي أكثرها مقرؤية وأعتقد ليس أدل على ذلك مثلاً من سيرة الحج محمود العربي اللي هو رجل الأعمال الشهير لما تعملت في كتاب كان ملهم للكثير من الشباب اللي عندهم رغبة أن هم يخوضوا تجربة التجارة وتجربة البيع وكذا لأن هذا الرجل بالفعل كان ملهماً في كل تفاصيل حياته أعتقد كمان سيرة زي سيرة ستيف جوبز برضو فيه يعني هذا برضو ملهم للكثير من الشباب فيما يخص مجال المال والأعمال وكذا وأعتقد إذا كنا نريد أن ننتبه إلى كتابة سيرة بشكل أدبي لابد أن ننتبه إلى كتابات الأديب الفلسطيني الكبير الأستاذ إبراهيم نصر الله جميل